شيخ صلاة العيد في البيت إذا أدركنا الزمن وما زلنا في هذا الحجر الصحي هل يشرع أن يصليها الإنسان في بيته وما الأقوال في ذلك وما الراجع فيها هذه المسألة هي المسألة التي يحتاج إلى بيان حكمها وفي مقدمة الجواب على هذا السؤال أن مثل هذه المسائل لسيما التي لم يتناولها الناس في دراستهم المعتادة لكون الظرف استثنائي قد تتباين فيها الآراء وتتعدد فيها وجهات النظر والأمر في ذلك إذا كان صادرا عن أهل العلم المختصين ويستندون في ذلك إلى الأدل لا أمر في ذلك واسع لا يثرب على من أخذ بقول يستند فيه إلى دليل وله فيه سابق من الأئمة المعتبرين أصل هذه المسألة يمكن أن ينطلق من النظر في هل تصلى أو لا تصلى هل تصلى صلاة العيد في البيوت إذا لم يمكن صلاتها في المجامع لضرف الاستثنائي الذي اقتضته مرعاة مصالح الناس والحفاظ على صحتهم للعلماء في ذلك قولا منهم من يقول أن صلاة العيد إذا لم يمكن إقامتها في المساجد أو في الجوامع التي يصلى فيها للعيد فإنها لا تصلى ومنهم من قال بل تصلى والذين قالوا إنها تصلى منهم من بنى الحكم فيها على حكم القضاء ومنهم من قال إن هذه ليست قضاء إنما الصلاة لم تقم أصلا في البلد لوجود ما يمنع من إقامتها من ضرف استثنائي وبالتالي لا يمكن أن ينطلق في بحثها وفي التوصل لحكمها من مسألة هل تقضى صلاة العيد أو لا تقضى لأن صلاة العيد تقضى أو لا تقضى فيما إذا قيمت وقامها جمع يقيمون بها الشعيرة لكن في مثل هذه الحال ليس تمت في غالب البلدان التي يراعى فيها هذا الظرف الاستثنائي لا تقام صلاة العيد لا في الجوامع ولا في مصليات العيد وبالتالي هل تصلى في البيوت أو لا كما ذكرت من العلم من يقول لا تصلى ومنهم من يقول تصلى ثم اختلفوا في الصلاة على سواء قضاء أو قيل إنها أداء والأصل في ذلك ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه فورد عن أنس بن مالك أنه صلاها بأهل بيته وكان منعزلا عن البنيان أو عن مكان تجمع الناس فصلاها في خاصة نفسه مع أولاده وأهله على نحو ما صلاها رسول الله صلى الله وسلم وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أناب من يصلي بالناس لما خرج يصلي بهم في الصحراء على ما جرت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن عبد الله بن مسعود في القضاء أنه أمر بصلاتها أربع ركعات علي وعبد الله بن مسعود صلوها أربع ركعات أناس صلى على صفتها وبالتالي ثمتها خلاف في صفة الأداء في صفة الصلاة في البيوت هل تصلى كما تصلى في المعتاد بتكبيراتها وأنها ركعتين أم تصلى أربع ركعات وهل يخطب فيها أو لا يخطب جماهير العلماء على أنه لا خطبة فيها إذا صليت في البيوت لأن الخطبة لا تكون إلا في الاجتماع خلافا لما ورد عن بعض الشافعية أو وجه عند الشافعية أنها تصلى بخطبة وسائل العلماء على أنها لا خطبة فيها بقي هل تصلى أربعا أو تصلى ركعتين من أهل العلم يقول تصلى أربعا كما أن الجمعة إذا فاتت أو لم يتمكن أو عذر في الحضور لها يصليها أربعا فقاس هذه على تلك والصواب أنه لا قياس والأثر الوارد عن علي وعن عبد الله مسعود في ثبوته ما نظر والأصل أن تقضى الصلاة أن تصلى الصلاة على نحو صفتها التي شرعت وهي إنما شرعت ركعتين فالذي يظهر والله تعالى أعلم على القول بأن صلاة العيد تصلى في البيوت تصلى ركعتين على نحو صفتها التي شرعت بتكبيراتها الزوائد وتصلى جماعة وبهذا يكون قد صلى ما يتعلق بصلاة العيد على حسب استطاعته لكونه لا يتمكن من صلاتها في مواضيعها المعتادة للظرف الاستثنائي فالخلاصة أن المسألة فيها عدد من الأقوال وينبغي أن ندرك هذا الاختلاف حتى لا يكون هناك نوع من التصادم في الأقوال والأقرب والله تعالى أعلم على القول بأن الصلاة العيد تصلى أنها تصلى ركعتين على صفتها دون خطبة ويصلونها جماعة هذا الأقرب والله تعالى أعلم وفي فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وبقية أصول الشريعة في صفة القضاء أو في صفة فعل الصلاة تشهد له أما قياسها على الجمعة بأنها تصلى أربعا فلا لأن الجمعة إذا لم يصلها انتقلت إلى الظهر والظهر فرضه أربع فلا قياس بين صلاة العيد لأن إذا لم تصلى فليس لها بديل مفروض وهو أربع ركعات فهو قياس في محل فيه نظر ولا يستقيم نعم بارك الله فيكم و أحسن إليكم فضيل الشيخ ترجمة نانسي قنقر